السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة رح نحكي فيها عن الكلاسيكو كلاسيكو الأرض ريال مدريد و برشلونة اللي رح يقام يوم السبت الكلاسيكو اللي رح نناقش فيه مين الأقل سوءا من مين على عكس السنوات الماضية اللي كنا نناقش فيه عادة مين الفريق الأفضل مين الفريق الأجهز مين الفريق اللي بيمتلك حلول أكتر لكن إذا اطلعنا على الأربع أو خمس جولات الماضية نشوف أنه الفريقين تقريبا من أسوأ الأندية الكبرى في الدوريات الخمسة الكبرى بس لحتى نقيم الفريقين صح ولحتى نقيم الكلاسيكو بشكل صحيح خلينا نقيمه على نقط معينة و نقارن فيها الفريقين و نشوف مين أفضل من مين أو مين أقل سوءا من مين أنا حميد كيالي رح أحكي معكم بهذه الحلقة عن الكلاسيكو خلينا نبدأ بالتفاصيل الجزية الأولى والنقطة الأولى اللي رح نحكي فيها هي الحالة الفنية للفريقين بناء على ما سبق منذ بداية الموسم الفريقين من أسوأ مواسمهم عم بيقدموها من أسوأ بداياتهم بالعشر سنين الماضية يعني نحنا عم نحكي على ريال مدريد اللي دخل الموسم للمرة الأولى بدون أي تعاقد جديد بعد أربعين سنة على شي مماثل دخل مع قائمة إصابات طويلة عم نحكي على كارفاخال وعلى أدريازولا كنا عم نحكي على هازرد وعلى ما يبدو رح نظل عم نحكي على هازرد كتير فيه أقوال كتير بتقول أنه في الدو أربع أسابيع جديدة يعني لا يرجع بعد التوقف الدولي اللي هو بعد نوفمبر مشاكل كبير اللي ريال مدريد هجوميا بدون حلول حتى الآن بدون مهاجم حقيقي بديل لبنزيمة في يوفيتش اللي حقه 60 سبعين مليون يورو ولكن ما بفارق الدكة مع عينات زيدان قليلا بموضوع التكتيك وموضوع اعتماده على الحرس القديم أنا هون مع بلوم زيدان نهائيا على موضوع مداورته أمان قادش فالمداورة كانت منطقية وطبيعية مقارنة بإسم الخصم وأنت عم تلعب بمدريد وأنت عندك أسبوع مضغوط فيه شختار وفيه برشلونة لكن زيدان عنده مشاكل تكتيكية على ما يبدو بالوقت الحالي بطل شوي هيك خلاق بأفكاره بطل جريء مثل ما كنا بنعرفه وهالناس اللي عم بيعتمد عليهم خليني أقول إنه عم بيخزلوه على أرض الملعب يعني الرجل عم بيقود ريال مدريد متل ما كان عم بيقوده بالمواسم السابقة بس الناس اللي كانت عم تنجح أفكاره هدول هن الناس نفسهم حاليا اللي ما عم بتساعده إنه ينجح أفكاره على العكس عم تخليه يفشل بهاي الأفكار اللي عم بيقوم فيها فريال مدريد سيئ جدا أنا برأيه ريال مدريد بعيد كتير عن مستوى ريال مدريد مع بداية الشامبينز ليك اللي هو زعيم هاي البطولة كلنا نعرف إنه ريال مدريد صعب يوصل حتى للدور النص نهائي بهي التشكيلة بهذا السكوار بهي الطريقة اللي عم بيلاعب فيها بهالعقم الهجومي اللي عنده يعني ريال مدريد بالأربع خمس مباراة الماضية أفضل لاعب بالفريق كان كورتوار لحتى تعرف قديش سيئ ريال مدريد لما يكون حارسه هو أفضل لاعب ففنيا ريال مدريد يعني سيئ جدا خليني قال لك بس هل هو أسوأ من برشلونة أنا برأيه فعلا هو أسوأ من برشلونة لأنه برشلونة كما سيئ يعني بغض النظر عن خسارته المستحقة مع خيتافي ما كان فيه حتى ردة فعل من الفرق بعد الهدف بس برشلونة فيه شوية بوادر معكما ممكن مع يعني تكملت الموسم مع توالي المباراة نبدأ نشوف برشلونة بصورة أفضل مع عودة الإصابات كمان المصابين لا يرجعوا يلعبوا مع برشلونة أنا بيرأي برشلونة عنده حلول صارت أفضل معكما من ريال مدريد بالوقت الحالي لأنه كنا عم شوف ديست عم بيدخلوا بالمجموعة شوي شوي ديمبلي فاتي ترينكاو بدري يعني هذول الناس كلهم عناصر جديدة خلينا نسميه لأنه ديمبلي يعتبر من العناصر الجديدة بسبب إصاباته المستمرة يعني نفس الشي مع هازارد بس هازارد ما عم بيدخل بالمنظومة ما عم بيدخل أصلا على التدريب الرجل قاعد بالمستشفى وبالمراكز الطبية بمدريد ومبسوط على ما يبدو يعني لغز كبير بصراحة مزعج لكل مدريدي كل شي عم بيصير مع هازارد فأنا برأيي فنيا إذا جينا تطلعنا مين أسوأ من مين أو مين أقل سوءا فبتصور برشلونة أقل سوءا من ريال مدريد بناء على الأربع مباراة اللي لعب برشلونة وبناء على الخمس مباراة اللي لعب ريال مدريد يعني ريال مدريد ما في بوادر يعني بده معجزة بتحس في شي لازم يتغير بشكل كتير كبير لحتى ترجع تشوف ريال مدريد مرة تانية على الترك الصحيح أنه فيه هيك شكل للفريق على أرض الملعب لأنه حتى فرديا كاسيميرو كتير بتعد من بداية الموسم حتى الآن يعني ما هو كاسيميرو أبدا تبع الموسم الماضي بنزيمة طبعا بعيد جدا فينيسيوس يعني لبقى سريع ولبقى عنده مشاكل باللمسة كان جمهور ريال مدريدي لوموا على اللمسة الأخيرة هلأ بهذا الموسم حتى يعني اللمسة القبل الأخيرة واللي قبلة واللي قبلة يعني الرجل ما عب ينزل على الملعب يمكن هو أفضل شي بريال مدريد بس كتير سيء يعني فتخيلوا قديش الفريق سيء أنا برأيه فأقل سوءا برشلونة من ريال مدريد كنقطة أولى وهي حقيقة لازم نترف فيها لحتى ما يهاجمني الجمهور المدريدي هاي حقيقة إذا حدم نكرة يعني هاتم ما بيشوف كرة القدم بشكل صحيح بيشوفها بعاطفته والعاطفة صعب تخليك تحلل أو صعب تخليك تعرف وين مكامن قوتك ومكامن ضعفك لو رحنا عن النقطة الثانية اللي هي خبرة الكلاسيكويات مين بيمتلك بالوقت الحالي خبرة كلاسيكو أكتر من الطرف الثاني أنا برأيه ريال مدريد بيمتلك شوي أكتر من برشلونة لأنه لو قارننا زيدان ولو قارننا كومن فطبعا الكفة بتميل لصالح زيدان بالكلاسيكو بالتحديد ما عبحكي على خبرة السنوات عبحكي على خبرة إدارة مباريات الكلاسيكو اللي هي محتاجة خبرة من نوع خاص ومن نوع معين كلهاتنا منتذكر كيكي سيتين بالمباراة الأخيرة بالكلاسيكو الأخير بالدعية سبعين لما النتيجة كانت صفر صفر ولما ريال مدريد كان أفضل من برشلونة كيف سحب فيدال وكيف لعب المهاجم برايثويت وبعد دقيقة من نزول المهاجم تلقى برشلونة الهدف الأول لريال مدريد وعن طريق الجهة اللي كان عبدافع فيها برايثويت هذا بيخليك تعرف قديش الخبرة مهمة لأنه الخبرة هي موقف والخبرة بالكلاسيكو أهم من الشباب وأهم من الطموح وأهم حتى من السراعات ولو جينا طلعنا على سكواد ريال مدريد وسكواد برشلونة منشوف أنه برشلونة خسر خمسة لست لاعبين مؤثرين جداً بالكلاسيكو بالسنوات الماضية نحن نحن نحكي على سيميدو و نحن نحكي على فيدال و نحن نحكي على راكتيتش و نحن نحكي على سواريذ هذول اللاعبين كانوا موجودين بقوة بالكلاسيكويات الماضية و لم يشعروا ما الموجودين في الوقت الحالي طبعا مع إصابة تيرش تيجن و مع إصابة جوردي ألبا فنحن نحن نحن نحكي على ستاة لعبين تقريبا كانوا يلعبوا بآخر خمسة أو ستاة كلاسيكويات بين ريال مدريد و برشلونة ما رح يكونوا موجودين بهذا الكلاسيكو وهذا الشيء رح يأثر لأنه مثل ما برجع بقول الخبرة هي أهم شيء بمباريات من هذا النوع على عكس ريال مدريد اللي ما استقطب حدا جديد بس بالوقت نفسه ما خسر حدا من السكواد تبعه صح في غياب لكارفاخال في غياب لهازر هازر ما له مؤثر كتير بالنسبة لأليه لأنه ما كان عنصر مهم بالكلاسيكويات أصلا ما لعب ولا كلاسيكو كارفاخال قد يكون نقطة الضعف الوحيدة بسكواد ريال مدريد مقارنة بالسنوات السابقة لذلك كمدرب وكمجموعة لعبين ريال مدريد بيتفوق على برشلونة بهذه النقطة لو رحنا على النقطة الثالثة وحكينا عن دكة الاحتياط إذا أخذنا مباراة برشلونة مع إشبيلا اللي هي أصعب مباراة لبرشلونة كانت منذ بداية الموسم وشفنا 11 لعب اللي دخل فيهم كومان على تلك المباراة وطلعنا على دكته من ممكن يغير مجريات المباراة بالشوت الثاني باللحظة اللي انت محتاج فيها دكتك كنا رح نشوف انه فيه دنبلي فيه ترينكاو فيه بدري وفيه بيانيتش هذولي لاعبين أسماء وسرعات ممكن تغير لك رتم المباراة ممكن تغير لك نتيجة ممكن تساعدك دفاعيا في حال انت كتن محتاج مساعدة لو اطلعنا على ريال مدريد بنفس تلك الجو اللي كان عبيل عبالي فنتي وطلعنا على دكة احتياطه كنا رح نشوف إسكو وكنا رح نشوف فاسكيز وكنا رح نشوف يوفيتش الثلاثة اللي هنن بتحسوا ان تكملت عدد بريال مدريد وغير قادرين انه هنن يغيروا رتم أو يغيروا نتيجة مع الاحترام لكل اللاعبين بس يعني صاروا ادوات مستهلكة بريال مدريد وما بقى في عندهم شي جديد يعطوا طبعا ما عبكي هنا على يوفيتش لانه يمكن محتاج فرصة فعلا انه يلعب لحتى يورجينه اذا هو لاعب تكملت عدد ولا هو لاعب ممكن يغير نتيجة مباراة لو رحنا على النقطة الرابعة واللي هي الأخيرة وشفنا تأسيم الخطوط عند الفريقين فاذا اطلعنا على كورتوا ونيتو فالأكيد انه كورتوا هو اللي بيتفوق بهي المقارنة خبرة منتخب بلجيكا بكووس العالم خبرة تشيلسي وخبرة ريال مدريد ومثل ما ذكرت اللاعب افضل لاعب بريال مدريد بالأربعة خمس جولات الماضية فعلى الأكيد هو افضل من نيتو بهي المقارنة لو اطلعنا على الدفاع برشلونة على الأغلب رح يلعب بسيرجو روبرتو بيكي لينجلي وديست مقارنة بريال مدريد اللي رح يلعب على الأغلب بناتشو فاران راموس وميندي رباعي ريال مدريد اكثر خبرة بالكلاسيكو اول شيء الشيء الثاني انه صح ناتشو فرنانديز هو تقريبا تكملت عدد بس على الطرف الثاني سيرجو روبرتو تكملت عدد وديست ملك مستفيد منه على الطرف اليسار يعني انت خسران الظهيرين تقريبا ببرشلونة فلذلك انا بتصور حتى كاسونائي فاران وراموس رغم وجود الأخطاء بس أخطاءهم بتبقى أقل من أخطاء بيكي لواحده اللي مرة بتشوفه توب ومرة بتشوفه شارد وخارج المباراة تماما لو اطلعنا على خط الوسط انا برأيي خط وسط برشلونة حاليا عبيتفوق على خط وسط ريال مدريد لانه كاسيميرو من بداية الموسم بره المعادلة تماما ابدا مو كاسيميرو النسخة اللي منعرفه مع عودة فالفيردي لكن ابتعاد مودريتش وكروس عن خطورتهم وعن فعاليتهم الهجومية والدفاعية على الطرف الثاني عم نشوف بيانيتش عم نشوف بوسكتز عم نشوف كوتينيو عم نشوف ديونج تقريبا عم بتقلقوا هذا الرباعي بتصور هنن أفضل من رباعي ريال مدريد بالوقت الحالي ولو حكينا على الهجوم فما في داعي للمقارنة أول شيء لأهداف برشلونا الأكتر تاني شيء لمكامن خطورته واللاعبين اللي منفجرين بهذا الوقت الأخير عم نحكي على فاتي وعم نحكي على ديمبلي وعم نحكي على ترينكا وبدري هذول اللاعبين اللي أقنعوا الناس على التلفزيون وأقنعوا كومن وأقنعوا كل حدا بيشوف كرة قدم إنه فعلا هنه عندهم شيء جديد يقدموا لبرشلونا مع صغر سنهم على عكسر يال مدريد اللي عم بيفتقد تماما لكل الحلول الهجومية والعناصر المؤثرة بالهجوم لا فينيسيوس هو نفسه بنزيمة بعيدة كتير رودريغو تقريبا صار وجوده متل عدمه وطبعا ما في داعي نحكي على فاسكيز وغياب هازارد فهجوميا ريال مدريد بالمقارنة مع برشلونا أكيد هو أسوأ منه الآن بالنهاية نقطتين بنقطتين أنا برأي إذا أسمنا الخطوط ونقطتين بنقطتين إذا حكينا على الأربع نقط مع بعضهم الفريقين قليني أسميهم بيمروا بأسوأ مرحلة لقلهم بالسنوات الماضية والفريقين أسوأ من بعض صعب تعرف مين ممكن يربح وصعب تعرف كيف سيناريو المباراة ممكن يكون يمكن أكون قاسي شوي بالحكم على الفريقين بس بصراحة مستواهم ما بيخليك تحكي كتير أشياء جميلة عن الفريقين منذ بداية الموسم وحتى الآن أنا لهون بتوصل حلقتي للنهاية بتمنى تشاركوني بتعليقاتكم مين بتتوقعوا الفائز بالكلاسيكو وإذا بتشجع ريال مدريد أو بتشجع برشلونا اللي بنهاية الموسم وين بتشوف فريقك وبأي مركز لهون بتوصل الحلقة لنهايتها بتمنى لكم وقت سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته